ولكن دعونا الآن نغوص أولاً في التحديات الإدارية فهل كان هناك تحديات إدارية لإنعقاد هذا المجمع؟ أرى أنه نعم كان هناك تحديات إدارية أول نقطة من سيرؤس المجمع؟ من سيرؤس المجمع؟ ورغم أن القوانين والتقاليد كانت تنص على أن الذي سيرؤس المجمع أو يرؤس أي مجمع هو أقدم الآباء الأساقفة سناً فكان هوسيوس أسكف كورتوبا أي أسبانيا وهذا الأب كان من المعترفين وله مكانة عظيمة حتى أن الإمبراطور كوستانتين أرسله خصيصاً لكي يبحث مشكلة آريوس مع البابا أليكزندروس في الأسكندرية وهذا الأب وجد أن أريوس مداناً على الأخص عندما إنعقد مجمعاً مكانياً بواسطة البابا أليكزندروس وقد أدين فيه أريوس إدانة شنيعة حيث أنه كان ينكر على السيد المسيح أنه إله من إله ونور من نور وحيث كان ينكر أيضاً أقنوم الإبن من حيث أنه قد ولد منذ الأزل ولماذا لا؟ فبما أن الآب هو أزلي فإذن ابنه أزلي هذا ما أيضاً دافع به السناسس بعد ذلك ولكن نقول من سيرؤس المجمع؟ هل أن دخل في الأمر يوساب يوسان نيقوميدي الذي تنافس مع أسقف روما سيلباتروس لكيما يقود هذا المجمع؟ ولماذا دخل منافساً له؟ دخل منافساً له لأن الإمبراطور كوستانتين أصر أن يصنع مدينة للإمبراطورية الرومانية جديدة تكون في بيزنطة التي أصبحت بعد ذلك الكوستانتينية وقد فعل ذلك مما جعل هناك انقسام ما بين كرسي الكوستانتينية بعد ذلك عبر العصور وكرسي روما فلماذا لم يحضر الأسقف سيلباتروس الذي هو أسقف روما مجمع نقيا بل أنه اكتفى أنه يرسل إثنين من الكهنة وقد أوصاهم أن يوافقوا على أي مقرر كان يحدث أو أي التوصيات تحدث في مجمع نقيا احتراماً لبابا الأسكندرية لأنه كان يعلم يقيناً أن البابا أليكساندروس معه الحق ضد أريوس الذي كان يتعامل أيضاً مع الأسقف يوسابيوس النقوميدي مستعيناً بالأسقف يوسابيوس النقوميدي لكي ما يتواصل تواصلاً جيداً مع كوستانتين وبالفعل كان يوسابيوس النقوميدي هو وسيط جيد بين أريوس وبين أزن الإمبراطور كوستانتين ولكن نجد أن البابا سيلباتروس نفسه قد أوصى أيضاً أن يكون هوسيوس أسقف رئيساً لمجمع نقيا بحكم القانون ولكن كان الأباء يعتبرون أن البابا أليكساندروس الأسكندري هو الذي يحق أن يرؤس المجامع المسكونية نظراً لمكانته اللاهوتية ومكانة مدرسة الأسكندرية اللاهوتية حتى أن التاريخ يذكر ومن ضمن ما ذكر سيدور المسيسي على أن الأب الذي طرح كلمة الترحيب عندما حضر كوستانتين ليحضر الجلسات النهائية والأولى كانت كلمة الترحيب للبابا أليكساندروس وأيضاً يذكر التاريخ أن البابا أليكساندروس جلس عن يمين الإمبراطور أما هسيوس فجلس على يصار الإمبراطور بما يعني المكان العظمى لبابا الأسكندرية ولكن على أي من الأحوال قد خضع الآباء لأن يكون رئيس المجمع هو هسيوس لأنه كان لا يمكن أيضاً أن يترأس المجمع البابا أليكساندروس نظراً لأنه هو الخصم لأريوس والذي كان جاء ليقيم الدعوة على أريوس ولكن انتهت المشكلة وأيضاً ولكن بيبقى الأمر ونلاحظ أن يوسبي سنقوميدي كان يحاول أن يقفز على كرسي الرئاسة لهذا المجمع لأن كان هسيوس مريضاً رجلاً كبيراً وكان من الآباء المعترفين فقد عزبا في السجن فنلاحظ أن يوسبي سنقوميدي قد كتب الوثيقة أو حال حاول أن يطرح الوثيقة الأخيرة بمقررات لها مسحة أريوسية على أباء المجمع ولكن أباء المجمع قاموا ومزقوا هذه الوثيقة وقد أحرقوها أمامه فيقول المؤرخ جلاسيوس أنه قد انخجل خجلاً عظيماً ترجمة نانسي قنقر